أشهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا ومستوى التعاون القائم بين الجانبين ومبديا تطلع مصر لزيادة حجم تعاون واستحداث مجالات أخرى بما في ذلك إقامة شركات مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع ماركو ألفيرا رئيس شركة سنام الإيطالية للتاقة حيث تم مناقشة مشروعات التعاون المحتمل مع الشركة في مجال التحول الأخضر بما في ذلك إنتاج الهايدروجين وعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بأية مقترحات جادة من أجل التعاون في هذا المجال لأسيما في ضوء سعي الدولة المصرية لأن تصبح مركزا إقليميا للتاقة